السلام عليكم الأمين العام للأمم المتحدة صرح وقال احنا انتقلنا من مرحلة التغيير المناخي الى مرحلة الانهيار المناخي زين اشتبعنا نسوي يعني من اكثر من خمسين سنة الى مية سنة ودول العالم كلها تجتمع لوضع حلول للتغيير المناخي شنو تغيير المناخي من سبب تغيير المناخي الانسان موضوع هذا ممكن انه يحل لا يحل بطريقة واحدة وهو تقليص سكان كوكب الارض الارض مو قادرة تتحمل تسعة مليار نسمة باقصى حد الارض تتحمل واحد مليار زين شنو ابرز مسببات التغيير المناخي ابرز مسببات التغيير المناخي خمسة سبعين بالمية ثلاث مواد النفط والغاز والفحم زين خلينا هذا قرينا من موقع الامم المتحدة لابرز ابرز اسباب التلوث المناخي اللي هو توليد الطاقة اللي هو توليد الطاقة الكهربائية والحرارة والوقود والحفوري الوقود والحفوري اللي هو استخراج النفط الشغلة الثانية اللي هو تصنيع البضائع البضائع تحضر السمنت والحديد والصلب والبلاستيك والملابس وغيره لو تلاحظ في اوروبا اذا جيتم تشتري من الجمعية يبيعون لك الكيس الكيس هذا اللي تحط فيه غرام يبيعونه لك ليش لانه هو قاعد ياخذ من عندك تكلفة اعادة تدوير هذا الكيس فخصوصا كياس الجمعيات اللي موجودة هذا قاعد يكلف على الدولة لان هذا صعب اعادة تدويرة زين فيفترض من الجمعيات اقول هذا رأيي انه ما يبيعون الاكياس اكياس ما في بالجمعية تاخذها من الجمعية من العربانة الجمعية الى السيارة ومن السيارة يكون عندك عربانة بالبيت تاخذهم تاخذ الغراض وتوديهم الثلاجة لان الاكياس خصوصا اكياس الجمعية هذه صعب تدويرها ويكلف على الدولة ملايين شنو السبب بالثالث يقول قطع الغابات قاعدين الان قاعدين نقطع من الغابات وقاعدين نسوي لنا احنا كبتات وسرير واثاث منزلي بشكل كامل البرازيل تسمى رئة العالم لان موجود فيها عد كبير جدا من الغابات لكن الى الان قاعد يتم تقطيع الاشجار واستخدامها في صناعات اخرى مثل البيبان والاثاث المنزلي الشغلة الثالث هي استخدام وسائل النقل شنو الاستخدام وسائل النقل مثل الطائرات والسيارات والسفن وغيرها هذه قاعدة تسبب في ازدياد تغيير المناخ تاج الغذاء شلون يعني مناكل لا قاعد يقول لك انك انت لما الاراضي قاعد يعني مثلا الرعي الجائر او ان الاراضي هذه تقطع الغابات اللي فيها على اساس انك تزرع هذا يسبب في تغيير المناخ تزويد الطاقة المباني بالطاقة يقول المباني التجارية السكنية والتجارية من اكثر من نصف الكهرباء السكنية والتجارية نصف الكهرباء على سطح الارض السبب الاخير يقول مثل غاز التدفئة وعندك مثلا الملابس والالكترونيات والبلاستيك وهذه كلها امور تسبب في تغيير المناخ شنو تغيير المناخ التغيير المناخ انه قاعد يصير على كوكب الارض كل سنة او كل اشهر الحين صارك كوارف مثل شنو قاعدين نشوف الضوء الازرق اذا جاء الضوء الازرق بالليل هذا هذا راح تجي مصيبة اللي هو طبعا هذا كله من الله سبحانه وتعالى وامر من الله زين الضوء الازرق اذا جاء يصير زلزال او فيضانات او او غبار او براكين او غيره زين يا دول العالم الان شنو شنو قاعدين تسوون شوف الدول الاوروبية شنو قاعدين تسوي عصاصا تغيير المناخي قاموا يطلقون الامراث لتقليل سكان الارض لان كل سنة قاعدين تزيد حرارة الارض زين يعني كل عشر سنين قاعدين تزيد بنسبة مئوية معينة يعني انا ماني متخصص ولا انا خبير في هذا الامر قاعدين تزيد بنسبة مئوية معينة وقاعد يجينا الغبار والفيضانات الان يعني بكل دول العالم يعني تقريبا يعني دول العالم الفيضانات لو تقيسها من الان لقبل عشر سنين فيضانات وعواصف عواصف ممكن ان ندمر مدن وزلازل زلازل قاعد تكثر وبراكين وحتى الغبار وايضا بالصيف قاعد يزيد من حرارة الشمس زين لما الصيف يزيد بحرارة الشمس في بعض الدول شي سير الغابات هذي كلها قاعد تحترك يعني كل سنة قاعدين نشاهد احتراق للغابات واحتراق للغابات يا جماعة هذا يشكل مصيبة او انهيار في التغيير المناخي زين شو اللي صار شو في الدول الاوروبية والدول الغربية شنو قاعد تتسوي قال اننا نقلل عدد السكان الارض في بعض الدول مثل الصين وهذا حددت النسل لك طفل او طفلين واذا الطفل الثاني ممكن يصير عليك غراماته هذا عما الدول الاخرى لا ما اهمها ليش لأن اكبر الدول المسببة في تغيير المناخي هي الدول العظمية مثل الصين مثل الهند مثل الوائط المتحدة الامريكية هذه الدول الكبرى هي اللي فوق 70% 75% هي اللي تتسبب في التغيير المناخي الآن مثل ما قال الامين العامل status ام المتحدة وصلنا الى انهيار المناخي سوت هذه الدول قامت تقر البرلمانة الاوروبية حق الزواج المثليين قال خلى الرجال رجال يتزوج والمربون يتزوج عساس انهم ما يجبون اطفال وقالت هذه حقوق وحرية وكلها كلها كلام فاضي الشغلة الثانية شون سوت قالت انها حق الاجهاض الان في بعض الولايات المتحدة الامريكية حق الاجهاض والاجهاض الطفل داخل الرحمة الام فيه روح يعني انت اذا اجهاض تقتلت هذا الطفل فيه روح نفس قالوا حق الاجهاض ممكن انها تجهض في اي وقت المرأة ممكن انها تجهض باي وقت وهذا حق من حقوقها عشان يقللوا سكان الارض قال شين وبعد وبعدين قال اطلاق الفيروسات والامراض والبكتيريا من المعامل الجيولوجية في اكثر من ثلاث تلاف خمس تلاف مرض موجودة الى الان في الحيوانات راح تنتقل ما بين الانسان والحيوان والنبات ايضا النبات التي هي امراض فيروسية وبكتيرية وايضا فطرية وامراض كثيرة جدا فتنتقل الى ما بين الانسان والحيوان والنبات العالم الهولندي اللي توقع حدوث زلزال تركيا وتوقع حدوث زلزال المغرب وقال عن زلزال اللي ضرب العراق قبل خلال الايام القليلة الماضية قال ان هذه مقدمة لي زلزال قوي جدا وزلزال كبير جدا قادم للمنطقة بلقيكس الملياردير الامريكي صرح وقال ان يجب ان نقل سكان العالم عن طريق اللقاحات الاحقاحات هذي اللي تسبب العقم الحل عندي وعندك وعندها لا لا الحل مو عندي وعندك الحل عندي تسعة مليار نسمة على وجه الارض حمات لما تجتمع كل سنة ويتخذون اجراءات بتقليل الانبعاث ما يصير شيء على ارض الواقع بالعكس قاعد يزيد المصانع قاعد يزيد يزيد الوقود الاحفوري يستخراج الغاز يزيد حتى المباني تؤثر الشوارع ايضا تؤثر الزراعة تؤثر امور كثيرة جدا قاعد تؤثر في التغير المناخي مثل ما قلت الان احنا وصلنا الى الانهيار المناخي زلازل براكين فيضانات حرائق في الغابات رياح عواصف تلقى الدول اللي ما يجيها مطر في الصيف يجيها مطر في الصيف دول اللي مثلا مناطقنا قام يجيها بالصيف ثلت كل هذه عوامل او تغير مناخي في العالم وصلنا الى الانهيار المناخي ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة